السنة الثالثة ابتدائي عندنا أربع مشاريع مشروع المدرسة ومشروع العائلة ومشروع المزرعة نتكلم قليلا عن هذه الصفحة ثم نتكلم كثيرا عندما ننهي الكتاب نتكلم عن بعض الأمور نزالون غياليزي لما جي دفروي لما جي دفروي معناها صور الفواكه هناك اشغال جانبيا ديغ لغ تقول الساعة نومي كالكو موين دو تخونس بوضع تسمي بعض وسائل نقل وهناك هنا الاسم المؤنث والاسم المذكر هذه أشغال في القواعد الأورتوغراف القواعد والنحو والصرف مثل العربية في العربية عندما تقرأ نص يقول لك مثلا هذه المنصوبة هذه التمفتوحة هذه التمربوطة الكلام هذا في العربية يسموه النحو والصرف والإملاء كذلك في الفرنسية هناك عمل مشابه أذهب إلى المزرعة تسمي بعض الأمور فبريكو تقول التاريخ ومكان إحياء هذه الذكرى تقوم بذكر عنوان هذا اليوم شعار هذا اليوم كما تتكلم عن طريقة الإملاء الإملاء وتشكيل الحروف وكيف تقرأ مقاطع صوتية جديدة إذن عندما نقول فرنسية ما هو القصد في الفرنسية وعندما أقول عربية ما هو القصد ما هو الاختلاف بين الفرنسية وبين العربية في العربية هناك حرف حرف الضات هذا حرف الضات لا يقابله حرف آخر في الفرنسية مثلا نختار كلمة فيها حرف الضاد رضا رضا اسم فيه حرف الضاد بالفرنسية لا نقول رضا الضاد غير موجود في الفرنسية نقول رضا كذلك في الفرنسية هناك حرف إذن نتفق على شيء أن هناك حرف في العربية أن هناك حرف في العربية لا توجد في الفرنسية لا توجد في الفرنسية نفس الشيء هناك حروف في الفرنسية لا توجد في العربية لا نستطيع أن نجدها في العربية نختار مثلاً كلمة Le féminin dono le complément du deux ton مثلاً 2 2 هاليا مثلاً نحب نخيار كلمة 2 حرف هذا 2 هذا الصوت في الفرنسية لا يوجد في العربية في العربية لدينا حرف الدال الدال فيها الفتحة والكسرة والرفعة والتنوين ولكن لا يوجد تشكيل بالعربية يقابل لأخرج هذا الصوت بالعربية إذن deux هذه خاصة بالفرنسية فقط إذن ما معنى الفرنسية وما معنى العربية هي أصوات وهنا تتعلم الفونيتيك والفونيغرافي الفونيتيك والفونيغرافي كيف تصنع مقاطع الأصوات هذه هناك أصوات جديدة ستقولها بالفرنسية أنت كناطق لغتك الأولى هي العربية اللغة الثانية هي الفرنسية كيف ستنطق وكيف ستكون أصوات جديدة سيكون عليك تدريب حنجرتك وحبال صوتك على مقاطع صوتية جديدة هذه المقاطع الصوتية نكتبها بالفرنسية بحرفين أو بثلاث أحرف أو بأربع أحرف أو أكثر أو خمس أحرف وهذه المقاطع الصوتية ستتدرب عليها إذن هذه أشغال جانبية على المحور في المزرعة إذن نواصل نتعلم الحياة في المزرعة وكذلك نواصل الكلام عن اللغة الفرنسية من نحو الصرف وقواعد ونتعلم تركيب أصوات جديدة هذا ما أردت قوله في هذه الصفحة هذا الكلام المختصر سيكون مفصلا عندما أنتهي من الكتاب عندما أنتهي من الكتاب سأرجع إلى هذه الصفحة وأتكلم عن بقية المعلومات الموجودة في هذه الصفحة